بسم الله الرحمن الرحيم نكمل موضوعنا طب الشرعي والسموم فورينسيك مادلسين المقررة في الترم الثاني على شعبة مرائب السحي احنا وقفنا المرة اللي فاتت على شابتر 2 شابتر 3 متاليك بويزني للسموم المعدنية انواعها بقى انواعها الحاجة زي الليد سولت الرصاص املاح الرصاص طبعا دي كلها حاجات بتستعمل في الصناعة كلها مواد صناعية بتستعمل في البينس مهم جدا سؤال بعد كده بيقول لك واحد كان بيشتغل ايه مبيض بيبيض يعني في البينت فايه وحصل له السمتفتكر ايه البينت ده البوية بتاعت البيت اللي بيدربوا بيها البوية للزيت فدي اسمها الليد سولت وبيستعمل كمان في الباتريس في صناعات البطاريات الرصاص الالواح الرصاص اللي بتحط جوه البطارية وايه بيزود للبنزين يحط له ليد شوية رصاص وعشان يزود الاوكتين بتاعه يقول لك ده بنزين تسعين واثنين وتسعين وخمسة وتسعين بنسبة الرصاص اللي فيه بعد كده املاح الميركري اللي هو الزئبق بيستعمل طبعا في الصناعات في المتفجرات الترمومترات كلها اللي بيستعملها معظمة فيها ترمومترز فيها ميركري التيف امالجم بتاع دكتور السنان اعتقد فيه سؤال بعد كده هقول لك دكتور السنان وحصل له تسمم تفتكر من ايه غالبا من الميركري سورت لانه ايه دكتور السنان بيستعمل كتير امالجم اللي هو اللون الرمادي ده او فضي كده شوية وبتستعمل الميركري في الانسيكت سايد في المبيدات الحشرية ارسينيك مادة كده بيضة وبتاع بتستعمل برضه في الانسيكت سايد وايه فوسفراس سولس املاح بيستعملوها برضه رودنتي سايد كاسم فور الاكشن بتاعها دابل اكشن اشتغل لوكل على المعدة وتعمل اضطرابات يعني ايه لوكل تعمل ضيارية وفومتينج ونوزيا وكل ده الريموت بقى بتخش على حسب الملح اللي هيمتص هيأثر بقى ايه هيكون له تأثير على المكان ممكن يأثر على الكيليا ممكن يأثر على الليفر ممكن يأثر على الهورت وبعدين برضه الكاراكترز بتاعه الميتاليك بويزنينج برضه حاجه اللي هي اكيوت اند كرونيك بويزنينج واحد بيشتغل في المصنع يعني ايه كرونيك بويزنينج يعني ايه كرونيك بويزنينج يعني دي نرجع لحته كيوميوليتب يبقى ليه تأثير ترقومي اكيوت اخد رصاص كمية رصاص عالية او ميركري بالصدفة كمية رصاص عالية ايه كرونيك بويزنينج كرونيك بقى اللي هو بتعرض لكميات زغيرة بسيطة شغالة 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 دي بيه كيوميوليتب اكشن لها تأثير ترقومي وبتتخزن ستورد في التيشورد طبعا لو اكيوت بنعمل له جاستريك رفاج حاجة اسمها كاليتورز كاليتورز دي الانتيدود بتاعت كل السموم المعدنية حاجة اسمها كاليتورز حاجة بتمسك فيها كاليتورز بتقوم ايه يعني بتوقف مفعولها انها بتضيع مفعولها انها حاجة بتبقى التاتش وتمسك في المثل ده وايه وتضيع مفعوله اسمه كاليتورز او كاليتينج ايجينت الليتنت بيروت طبعا ممكن زي ما قلنا لها يعني مش شرط ان ياخد السم دلوقتي لا ده بيقعد على فترات ونوت افكتت باي بيوترفكشن اسبيشالي ارسينيك ها اتشوف بيوترفكشن التعافون يعني لو واحد خدها ها وطبعا مات بعد مثلا شهر طلعوه وشكوا انه وفاته ايه جنائية فطبعا الموضوع اتحلل الجثة بقى خلال الشهر ده اتحللت وحصل فيها ما حدث هنعرفه اللي بيحدث في الجثة في الكورس بتاعنا طب ايه بقى لو لقوا الرصاص عايوا لقوا الرصاص موجودة لو لقوا مركز عايوا لقوا المركز هي دي ميزة بالنسبة للطب الشرعي السموم المعدنية اكسيدنتل بقى بالصدفة طبعا في الصناعات الصدفة بيأكل بيعمل مرسل شيء دي مسك على الجوانتي على طول السندوج طب يحصل هوموس هيدل اللي بيدسوا السم بيحط سم لواحد ثاني يعني جريمة قتل يعني مسبقة بالتسمم طبعا بيقول لك رير دي ارئيز اللي يدكت لان يعني لو انا عايز اسمه واحد حطيت له رصاص كويس فبعد ما يموت ممكن يشكه ومش عارف ايه يحل له عمره ما يفضل لانه يفضل موجود لانه تقوم التحلل يعني عايلوها في جسمه لو بعد فترة طويلة جدا سيلاقوه بجسم الرصاص او الميركري موجود طبعا ايه في الاول بقى كنا نفتكر ان العامل اللي اخد ممكن بويزنينج بالمتاليك ده نفتكر انه عنده نازلة معوية نفتكر انه ايه تاخد وقت ايه فما بنعرفش وطبعا ده بوقات ايه فيه حاجة اسمه برضه من المواد الميتاليك بويزنينج ده بيتحط في الرز لونه ابيض ادت تورايز اهه ممكن نحط اه ابيض على الرز ونسمه واحد دي اسمها هوموسيدل جريمة مش كده او نحط له ارسينيك اسفر على البيض ونقول له تفضل وياكل ويجيله تسامهم سويسيدل طبعا محدش هياخد سم له تأثير هيظهر بعد كده يعني اللي عايز ينتحر سويسيدل انتحار هياخد سم عايز يموت مش مقوله يقعد بقى ايه اسبوع ولا بتاعه ولا ثلاثة ايام بيتأثر بالسم ويبدل يتألم عايز سم سريع يعني ايه يموته بسرعة سويسيدل فده ما بيستعملوش ان حاجات دي موظمة اكسلينتا يه واحد يحطها كسم على المعدة على الامعاء طبعا تبقى ايه نفس الكوليكس يجيله مغاص يجيله اسهال يجيله صدمة نتيجة سخدان السوائل الرموت بقى على فترات بعد ما بنتص بقى تأثير الليد بيأثر على نيرفل سيستم بلد زاكر حتة دي كويسة تأثيرات السموم اهو عندك كام خمسة تأثيراتها على الاجهزة المختلفة للجسم اكتب بقى جنبها كده في طلع الكتاب سؤال مهم الليد بيعمل ايه نيرفل سيستم بلد وكيدني على الدم وعلى كده طب الميركري الزئبق على الكيدني والنيرفل سيستم برضه والماوس بيحصل له ايه جنب بتلاقي ايه الليسة بتاعته متورمة كده يعني عند السنين فوق السنين وتاع السنين تبوس الليسة بتاعته متورمة الأرسينيك على النيرفل سيستم على الجهاز العصبي على القلب وعلى الدم يعني حاول كده تحفظهم والانتيمولي مادة اسمها انتيمولي برضه افكت الهارت والفوسفرس بيأفكت الكيدني الفيرست ايه ده تريتمينت طبعا على طول لو اخد لو عندك انتي دوت اوكي اديله اللي هو كليتنج ايجن عندك جسر لباش اعمله جسر لباش عشان نتخلص من السن نهوني الأسئلة بتاعتها سأقرأها السؤال الاولاني حقا إجابته الليد بويزننج والسؤال الثاني الميركري بويزننج ماشي يا جماعة هنا بيشتغل في البينت وهنا بقى اليد وهنا ها 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 هي بيرفل جام ها دي في الميركري بويزننج خش بعد كده على شابتر 4 عندنا حاجة مهمة جدا التسمم الغذائي اكيد طبعا في شغلوكو يعني هتشوفوه كتير جدا يعني ايه تسمم الغذائي ده تعريف والتعريف مهمة حاول تكتب عليها مهم لانه ايه تعريف لما اقولك بوزنينج اسمه ايه مثلا ليد بوزنينج ولا مثلا بوزنينج ولا ايينسكتسا لا دعا تقولي اكل 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 أكل اكل اكل ممكن يكون اما بقى بكتيريا اتسمم الغذائي اكل حمض اكل خمض في التلاجة او برا التلاجة محطوط واكل اول اكل بيز باراياتج وكيميكا لذي يكون في اي مواد ايه من الكيميويات فبيحصل ايه فود بويزنينج طبعا ايه من الحاجات التشخيصية برضو ممكن يعمل واحد بس واحد هيشككك لو واحد قالك ايه انا ايه عندي اكلت مسلا ملوخية واكلت من عند المحل الفلاني كويس وحصل لي مغس واسهال وقيق ومش عارف ايه وكلام مند اه طب نعمل ايه بقى تشك انما لو كان جروب خلاص انتهى جروب او بيرسون شيرينج دي سين فود انما لما تكونوا مثلا عيلا اكلت من نفس الاكل مش معقول واحد هيكون عنده نزلة معوية ها والتاني جالوا كلهم نزلة معوية في نفس الوقت يبقى اكيد من الاكل يبقى ايه شيرينج ها يعني جروب كبيرة من الناس اخدت اللي تاعه وده على طول على طول نفكر في ايه في فود بويزنيج الاسباب هو بقى حاجة اسمها اندوجناس انواع من السمك فيه سمك زينة ها اسمه سمك زينة فهاكا ها ده موجود في البحر الاحمر اسمك زينة انت لو شفتها تلاقي اشكالها جميلة جدا بيأكلوها بيبقى فيها سم للأسر بيبقى فيها سمك وتوكسيك شيل فيش اللي هو ايه حاجات زي الايه الجندوفلي والخلول والحاجات دي برده بتبقى فيها وفي بويزنس مشروم ها اللي هو ايه الماشروم ها بيبقى برده مزروع ها او بيطلع من الارض بيبقى في ايه اه تأثير لماسكرينيك وبرده بيحصل له ايه تسمم لما يتاكل وانت بتاكله عادي انت جايبه مشروم الناس تحب بقى كلها بالمشروع مبتع وبره حتى بيحبوه ثم انت واكله يحصل لك مشاكل ده يعتبر نوع من الفود بويزنين الكيميكال بقى الحاجات الكيموية اجريكولتشر في حالات الزراع كيميكالز انسيكتي سايس رود انتي سايس ها بكل ده ها يعتبر نوع من تسمم الغذائي الكيميكال برده بيحصل اي ايه ايه ها اشهره زمان يمكن احنا زمان قبل ما يخترعوا الالمونيوم وكلامنا كان النحاس كان يأكل النحاس بوسع عائلات جاية كاملة بتسمم نتيجة النحاس المادة بتاعت النحاس اللي هو الصدب بتاعت النحاس اللي هو الاغضر ده بيعمل تسمم سيفي اتصامم ربما يشغل المغربي بأخير داخل المغربي بيخافة الأخرى ويضعوا أثناء تغليف المواد الغذائية كيميكال فروم ستوريج إن كونتينر لاين دويز كادمم زينك كابر أنتومي لو كان البرميل نفسه أو الصفيحة في صفايح جبنة كده ممكن برضه تعمل إيه لو كانت من زينك أو من الأنتيمني ممكن تعمل إيه أثناء حفظ الأكل الجبنة أو كده ممكن تسبب لنا مشاكل نحن كده خلصنا اندوجناس وخلصنا الكيميكال فود بويزنينج وبرده مواد حفظة كده ممكن بيحطوها مخللات مع المرباط ممكن برضه بتعمل مواد الحفظة كده الواحد لما يشرب مثلا حاجة فريش اعتقد مرتقان فريش عصير فريش حتى المرباط اللي بتتعمل في البيت تبقى فريش المرباط عشان ما تبصوا ما تعفنش والسلسل كله ده بيحطوها مواد حفظة ممكن تعمل نوع من الفود بويزنينج بعد كده فود أليرجي طبعا ايه نتيجة ايه انه واحد بيأكل اكل برضه ده بيعتبروا تسمم والأليرجي ده تفاعل تاني انما بيحطوها تمع ايه التسمم اللي هو لما واحد بيبقى عنده حساسية من البيض من اللبن من الفراولة من الشوكولاتة من الموز بيجيلوا حساسية ويجيلوا ساعتها رياكشن كده بيعتبروا بيعتبروا فود بويزنينج وبعدين برزيتك طبعا اتجامع اللي ايه بيأكلوا مش غسلين ايديهم بتاع حاجة اسمها يتريكيني اللوزيس وانتاميبا هستلوتيكا وجارديا بيقولهم ايه حاجات كده نتيجة برضه والأكل مش مش نظيف او كده او ايه او العامل بتاع النظاف بتاع اللي بيطبخ موعوشتها صحية مظبوطة فتلاقي ايه بين المرض اسمها قميبا يجيلوا اسهال بتاع نيب يعني من الحاجات تاع حاجة اسمها سيريس ستاف أوريس سفيرو كوكس اريا انتيرو توكسنز برودوس باي ستاف يعني مش البكتيريا نفسها هنا بكتيريا مش كده البكتيريا تم عاملة حاجة غريبة كده تم مطلعها حاجة اسمها توكسن سموم يعني تأثير البكتيريا ممكن صح؟ يعمل تأثير انما ممكن كمان اللي هو افضع بقى اللي هو بيعمل ايه بتقوم مطلعها ها توكسن زي في الكوليسترين بوتيولينيام انا اخدوها بالتفصيل اللي هي بتاعت الفسيخ ان البكتيريا اسمها بوتيولينيام يعني ياريت عن البكتيريا وتعمل شوية اسهال وكده او شوية قيء بس انما المشكلتها انها بتطلع البكتيريا دي بتطلع سم هو ده اللي بيعمل مشاكل الفسيخ وبيعمل شلل وبيموت العيان نتيجة ايه ان بيشلله العضلات بتاعت الجسم وطبعا اختارهم هنقولها دلوقتي في عضلة التنفس كل دي انواع السلمونيلا طبعا والشجلة والإي كولاي اي كولاي دي من مشهورة جدا اللي هي بتتنقل ها طبعا ايه عن طريق الاكل اللي هي الملوس ها وتلاقي العيان جايله اسهال وقيق ويبقاعد طول الوقت في الطايلة من كتر الاسهال ومن كتر التهابات اللي بتجيله في القار حاجة اسمها اي كولاي شيرجة كولاي يعني بتمسك القولون والإيه والدمار طبعا بيبريو كوليرا زي ما يبقى الكوليرا دي وقفت خالص كانت اخرت بالألاف حصدت بالألاف يعني زي الكورونا كده بالألاف يعني تروح للناس ويشربوا الميا بلاقي كله بيموت نتيجة الكوليرا وطبعا دي من الحاجات اللي هي ايه ايه اتوقفت خلاص يعني اه خلاص ما بتجيش اه بعد كده مايكوتك اللي حاجات الفتريات ها مايكوتوكسنز في عندنا حاجتين وايه فانجل ميتابولايتس ويتشقار كارسينوج مشكلتها مشكلتها انها في كارسينوج ممكن تسبب كانسر واميونو سابريسيب بتوقف المناعة طبعا ايه الفكتورز على الفانجل او فيفرز فانجل ازاي بقى ان الفتري ده ينمو لو كان فيه اير وهيوميليتي اكتر من سبعين في المية تمبريتشر من عشر لتلاتين ينمو برضو وايه سيريال دامج لو كان ايه الحبوب بالحصول الله دامج بتنمو فيها ايه هذه الفتري الفيرل طبعا فود بويزنينج واحد يجيله من الاكل اه ما الفيرل ايه ايه طبعا بيه وسيبت تنقل عن طريقه دم بطايتس ايه ايه دي معروفة طبعا بتنقل عن طريقه الاكل بتاكل الاكل مش مظبوط الراجل مش غاسل ايديه الراجل عنده مشكلة وايه ويجيلك او حاجه اسمها نورو فيروسز او اه او نيرو فيروسز وروتا فيروس الاخر حاجه بقى توكسيك فود قديتي بزي من الحاجات اللي بتتحط الايه دي حاجات بتتحط على الاكل اه بتخش بقى ايه بتتعمل كنتروبيوتو اوبيستي مثلا مواد كده بتعمل نوع من التسمم اه الغذائي نايتريس نايتريس ارتفيشال فود كالرز ارتفيشال فود كالرز اللي هي ايه الحاجات الملونات لشان يجيبلك طعم الفراولة ويجيبلك طعم المانجا الليمون وكلها حاجات محسنات كده بتتحط دي ممكن برضو بتعمل ايه نوع من الفود بويزنينج طبعا الفود بويزنينج بيخش ايه المعدة يبقى تأثيره وضعي في الاول لوكل اهو نوزي قدوم الالبين واحفظهم كويس جدا ويجيلوا بقى كده لو كان حاجة بقى وصلت ريموت ها من التوكسينز بقى بتحت الباكترية دي فيبر وهيدك وديزنس ونيورو توكسينز ها نيورو توكسينز بتطلع اللي هو بتاع الجوتشوليزم اللي هو بتاع الفيسيخ بيطلع ايه اه نيورو توكسيك مادة بتروح ها اه على الاعصاب نيورو ها بتعمل بليرينج اوبيجن دي صعوبة جدا في التنفس ويحس في الاول يقولك انا حسس بتنميل في ايديا حسس بتنميل في شفافي ايديا مش قادر رفعها كل ده ايه بيحسن نوع من الشلل بس اكتر حاجة هتحصل له عشان كده ممكن تحط على جهاز تنافر صناعي من اكل الفيسيخ اللي هو التشخيص طبعا اه سهل جدا ان هو لازم ايه غالبا لازم يكون ايه مجموعة اكتر عشان يعني خلاص ونتأكد ان ايه اربعة خمسة ستة اكلنا من نفس الاكل وحصل لنا نفس المشكلة اكلنا نفس اكل حصل لنا نفس المجموعة من المشكلة طبعا بيحصل ايه فترة وسيارة بين ايتنج والأبيرنج والانكوبيشن بيروت غالبا فترة الحضانة بتاعت المرض على حسب الارجانيزم يعني انت عارفين واحد مثلا عشان ياخد حتى الانفلونزا مثلا او حتى اي بكتير بيبقى فيها فترة حضانة كده اللي هي بالنسبة للكورونا من يومين قالوا من يومين لغاية اربعة تشر يوم عشان كده بيحطوها لو الراجل ده من اربعة تشر يوم ما حصلوش حاجة يبقى الراجل ده ايه خلاص سليم هو ده اللي بيحصل مع ايه الناس المخلطين اللي هم بالخاف ليكون ايه عندهم كورونا اه احنا قلنا الدياجنوزيس التريتمنت بقى العلاج طبعا مافيش هذا GATE بالنسبة لذلك وقايا هذا قلنا كلها ايه وقايا ها ما تديلش العسل يقول لك للطفل أقال من سنة اى عسل ناح لان برضو مروس بالبوتوليزم نخل مرة بقى بالنسبة للنورو توكسينز اللي اثرت على التنفس على جهاز التنفس الصناعي لو حصلوا من اكلة فسيخ بيحصلوا تسمم ما بنعملوش حاجة لان هو غالبا العين بيرجع يعني لو اخذ مثلا اي سم من الاول قولنا بنعمله غسيل معده ومش اعرف ايه طب اذا كان هو اصلا العين بيرجع ما خلاص خليه رجع بقى ما احنا هدفنا ان احنا يخليه رجع للأكل اذا كان هو بيرجع يبقى ساعتها لا يعملوه واذا كان عنده اي تأثير عنده معص عنده حاجة ضد المعص ونجده انتبيوتك لو كان حاجة باكتيريا ليه باكتيريا افكتا نجده انتبيوتك والبريفنشن بقى طبعا ان احنا ايه افوت بويزنين بنخسر ايدينا كويس يعني هتقراها كل الكلام ده بنحطها الاكل في التلاجة لو اي شاكك في اي حاجة هت ايه هترميها وطبعا المفروض نضوء الاكل كويس قبل ايه قبل ما ناكله على اساس نتأكد ان الاكل ده ايه سليم البوتوليزم بقى البوتوليزم اللي هو التسمن بتاع الفسيح ده من الحاجات المشهورة جدا طبعا اكيد كلنا يعني ايه عارفينها والناس ايه تصل ايه الى حد الموت البوتوليزم طبعا المسؤول عنه ايه حاجة اسمها بوتوليزم بوتولينيوم توكسنز البكتيريا اوكي البكتيريا اللي هي تأثير زي اي بكتيريا بتحصل يحصل عنده صديد على اللوز يحصل عنده التهابات مثلا ايه جرح وتلوس وعمل صديد او عمل خراج ده في مشكلة ده بكتيريا بس انما لو البكتيريا اللي في الخراج دي طلعت سموم وراحت للدم اهو ده تأثير حاجة اسمها مش كلها طبعا انما البوتوليزم بيعمل الكلام ده طبعا ايه فود بورن ده غالبا بيجي من الاكل وبالحاجات الكاننج موظم الحاجات اللي محطوطة في صريح وبروسيسنج ومحفوظة هي نتيجة البكتيريا دي بتبقى مش عايزة هوا يعني مش عايزة هوا فلما بتخش وتعملها الكانو وتحطها في الكانو وتقفلك كويس جدا كويس هتعملها تنشط وتكبر حشان كده ايه بنخلي بالنا ومن ايه من حاجة اللي هي التوكسنز بتاعتها توكسك افكت أو توكسك اكشن نيورو توكسن بتطلع التوكسن بتاعتها بتطلع على الايه على الاعصاب بتخش على نيربي اندكس نهايات نهايات الاعصاب اللي هي راحة فين؟ في العضلة اللي هي بتعمل ايه تخلي العضلة تشتغل تنقابل تشد ترفع ايديك كل ده ايه ان فيه اه 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 امر بيجي بايز بيحصل موزي او بومتينج وانتفاخات و ايه وخلال بقى ايه اه اه تمانية واربعين اه من طمانتاشر سترة في عشر ساعة ممكن تمنت ايام بيقولك بقى ايه انا جايلي البراليسيز اهه ويز انتكت بيقى فايق العيان يعني متأثرش على السي ناس بتاعنا متأثر على الايه على البرالي على العضلات عشان كده بيقثر بيها طبعا لو كان طفل بيحصله هايبوتونيا كل العضلات بتاعته امساك وما اكلش وتاكيكارديا والووند بوتيوليزم similar to food بيحصله نفس الحكاية برضه ممكن بيحصل في الجروح ها البوتيوليزم ده بيجي في الجروح الدايجنوزيس طبعا من الكلينيكال بيكتشر وبتيكشن او بوتيولين بنعمله تحليل بناخد عينة من الدم عينة من البراز عينة من الفود عينة من الفواميتس وتراه وكاني نعمل لها ايه زراعة للسامبلس دي وطبعا ايه بنزرعها ثم نشاهد الالجانيزم او التوكسينز لو لقى او الالجانيزم او التوكسينز ايه الطريف منكلة بنتدخله حتى بيجي في العناية المركزة لانه هيحتاج ايه تنفس صناعي وبنعمله ايه انتي توكسن وممكن نديله ايه فيه فيه مصل كده موجود انتي توكسن بعد كده عندنا شوية اسئلة بقى ها الاسئلة دي انت اتقرها كويس هم اربعة اسئلة انا سايب لك الاولاني انت تحله ها ان فيه واحد ايه ها لفت اوفر فود ها حلو انت الواحدة كده طب المرة اتنين انا هقولولك ده بوتشوليزم ده جابته باراليسز ها افتر ايتين كان معلق ايه بيجيله ايه اسمه ايه بوتشوليزم والتالت بتبقى ايه ارجانو فوسفرس ها بابين بوينت يوبل ده ارجانو فوسفرس ها بويزنينج المرة ثلاثة وبكده يبقى خلصنا الباب الايه الرابع ونخش بعد كده على في المحاضرة الجاية ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة